حتى بالإضراب يختلف الشارع اللبناني هذا واقع حال إضراب موظفي القطاع العام الاثنين إضراب تجمع موظفي الإدارة العامة بينما يبدأ الثلاثاء إضراب رابطة الموظفين من عكس إقفالاً لدوائر دون أخرى حسب المناطق أو إضراباً جزئياً كما حصل في وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد التي التزم من حضر من موظفيها بعدم استقبال المواطنين فيما لم يحضر أي من موظفي وزارة الصناعة إلى الإدارة المركزية والمصالح الإقليمية الإضراب الذي يرجح أن ترتفع نسب المشاركة فيه الثلاثاء نجم عنه توقف معاملات المواطنين لمحاولة تحصيل حقوق الموظفين مثل العادة اعتبروا أن هالموظفين مش موجودين نحن عددنا 12 ألف موظف لحد اليوم نحن بنقبض على دولار 10500 بينما الموازنة ضاعفة 46 ضعف الدرائب والرسوم يعني يفترض نحن بالحد الأدنى تكون رواتبنا سلسلة الرتب والرواتب التي تعنى كل الموظفين بالقطاع العام تنعصم على ألف وخمسة تنضرب بـ 50% مع الحفاظ على حد أدنى 600 دولار لحفاظا على حقوق الفئات الدنيا لقاءات عديدة عقدت في السراع الحكومي مع مختلف الفرقاء لبلورة الحلول إلا أن المتقاعدين والجيش ظروفا مغاير عن موظفي القطاع العام العسكريين والمتقاعدين بيعتبروا أن ما يحصلوا عليه هو فتات قياسا ما حصلت عليه الإدارة العامة الموظف بالخدمة الفعلية بالقطاع العام يحصل على بدل يومي يتراوح بين 1.600.000 إلى 2.800.000 الهيئات الرئابية أما المتقاعد يحصل على شهرين بإيمة يومين تقريبا ويحصل على العسكري بالخدمة يحصل على 3 شهر بإيمة تقريبا ثلاثة أيام للموظف بالقطاع العام بحسب ما أكدت مصادر حكومية للأم تي في فإن أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء بعد إحالة قانون الموازنة العامة الذي خصص فيه مبلغ 20 ألف مليار لصالح القطاع العام من مجلس النواب سيتخلى لها بحث مشروع إعطاء تعويضات إضافية للقطاع العام وبحسب المصادر فإن الحل سيكون ضمن مبادئ العدالة والاتزان المالي لضمان استمرار هذه المساعدة دون خلخلة التوازن النقدي القائم والإعادة سير القطاع العام